السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في سنة الثالثة متوسطة لحتى أولياء تلميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم رح نشوفوا ملخص التربية المدنية اللي رح نحتاجه قلنا في الفصل الثالث سواء فرضا أو اختبارا قلنا ونذكروا بأن الفصل الثالث هو أقصر فصل هكذا وش معتها الأقصر فصل معتها وش حي تحليل في الفروض نفسه في الاختبارات بركزيدة عليه بدرس فهم درس إلا درسين على حساب قلنا المادة إذن يلا شفت لكم هاد الملخصة على الأستاذ الغني عن تعريف فوزي إب العيدين دونك نشوفوا كيف شراه منخصه وطبعا ابنائي إحنا ماذا بينا نفهمه ماذا بينا نديرو خمسين بالمية فهم خمسين بالمية حفظ باش نكونوا هكذا وجدي إذن يلا أول درس إن شاء الله رح نشوفوه المنظمات الإقليمية والدولية يلا لحن نشوف وشن معتها منظمة وشن معتها كي تكون إقليمية وشن هو كي تكون دولية والفرق بينتهم يلا أول سؤال لي قدري على يقوله لي في التمرين ولا في فردا أو اختبارا تعريف المنظمات الإقليمية ولا الدولية ولا ما هو مفهوم المنظمات الإقليمية والدولية إذن يلا هي مجموعة من الهيئات الدولية أو الإقليمية تجمع عددا من الدول تتميز بالإدارة الذاتية والشخصية القانونية تسعى لتحقيق التعاون دولي والمصالح المشتركة أتفكروا شوفوه أنتم وحفظوا لي كلمة وحدة بل المنظمات هي مجموعة من الهيئات تقول منظمة هي هيئة ما فهم وشن معتها أستاذ هيئة تجمع عدد من الدول معتها نقول لكم مثلا منظمة دولية ولا منظمة دول إفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة فيها مجموعة من الدول مثلا فيها خمس دول فيها سبعين دولة تمانين دولة ما يهمنيش حل فيها عدد الدول علاش كما احنا نقول تتجمع هذا الدول تتميز بالإدارة الذاتية مع أنتها عندها إدارة ذاتية عندها قوة شخصية قانونية تسعى لتحقيق التعاون الدولي والمصالح المشتركة معتها تشمع هذا الدول مع بعض لتحقيق تعاون معتها تعاون ما بينتها ومصالح مستحيل شوفوا تفكروا باللي الدول مستحيل أنه تدير تعاون بدون مصالح مصالح معنتها إذا تعاونت ولا دخلت في منظمة سواء إقليمية أو دولية رح تكون عندها وشنو؟ رح تكون عندها مصلحة رح تستفد بها دراهم مشروع ما يهمش وشنو هي ما فهم إذن أبنائي هدية بالنسبة إلى تعريف قنا المنظمة الإقليمية والدولية نزيدوا برك شوفوا كيف نقول الدولية معتها ما بين الدول ما فهم الدول على كم احنا نقوله العالم مثلا نقول لكم مثلا دولة في القياة زائد دولة في آسيا زائد دولة في أوروبا هذه وش معتها دولية؟ إقليمية لا لا معتها غير تحديك البلاسة مثلا إقليمية غير تحدي البحر الأبيض المتوسط الإقليمية تحديك غير الدول الأمريكية هذه الفرق ما بين دولي وإقليمي يلا نعرف المنظمات الدولية ولو ش عندنا أهم منظمة دولية لح عندكم تما أبنائي منظمة اليونسكو اليونسف سهلة شوفوا تفكروها اليونسكو هي منظمة من منظمات الأمم المتحدة ما فهم تختص في التربية العلوم والثقافة السد في 1946 مقرها باريس والضمش حال 190 دولة دونك هادو اللي سطرنا عليهم ولا اللي حوطناهم هادو اللي لازم نحفظهم إذن اليونسكو جاية منظمة من منظمات الأمم المتحدة ما فهم مقرتها في باريس لا تختص بالتربية العلوم والثقافة إلى غير ذلك تأسد في 1946 وفيها 190 دولة يلا منظمة اليونسف هي منظمة كيف كيف من منظمة الأمم المتحدة تأسد في نفس السنة هذه حاليكم المقرتها نيويورك ما فهم ومتخصصة في رعاية الطفل والأمومة هذه هي مفهم إذن المتخصصة معتها واشنو هو الأهداف والدور التاحة إذا سقساني التخصص يلا هادو المنظمات الدولية معتها فيها دول من شتة بقاع العالم نروح للمنظمات الإقليمية هيا شوفوا واشنو هما المنظمات الإقليمية اللي عندنا منظمة الأنيكسو وهي إحدى المنظمات جامعة الدول العربية معتها هذه فيها غير دول عربية مختصة في التربية الثقافة والعلوم معتها كما شوفوا اليونسكو هي هذه الصغير لها هذا ما كان تأسست في 1970 ومقرها في تونس ما فهم إذن يلا هذه بالنسبة إلى المنظمة الأولى الإقليمية معتها فيها غير دول عربية ما فيهاش من نومن الهلال الأحمر هي منظمة إنسانية إغاثية معتها كيكون عندي الزلازل إلى غير ذلك الحروب ولا الهلال الأحمر هو اللي يتكفل بتلك المهمات يلا مهمتها حماية الإنسان صحته كرامة إلى غير ذلك تأسست في 19-19 هذا يحفظوها كذا باش تسهل عليكم ما فهم إذن هذه بالنسبة للمنظمات اللي نسحقها ولازم علي يا أبنائي نحفظها خصوصا لحوط لكم بقلم الرصاص إذن يلا يقدر كذلك يعطيني شرح المصطلحات ما معنى منظمة ما معنى لاجئ وهيئة الأمم هذا قلوا أستاذه بصحة مدرناهم لا تلقوا بلي الأستاذة الاجتماعية تعكم هضرهم مثلا شفاهيا بصحي يقدر يطيحوا إذن يلا قلنا منظمة معنى هيئة مفهوم ولا تجمع هي تجمعات تهدف إلى تحقيق أرباح بشكلها بأشكالها كامل أشخاص وعندها أشخاص واهتمامات مشتركة لأغراض سواء اقتصادية اجتماعية سياسية إلى غير ذلك إذن قلنا كلمة منظمة لازم حيكون عندها أرباح مفهوم يلا اللاجئ هو من التجأ إلى بلد غير بلده فرارا سواء من الحرب أو المجاعة عادينا عارفوها هيئة الأمم المتحدة إذن تأسست هذه المنظمة كي يقول لكم هيئة يكتب لهم منظمة كي يقول لكم منظمة كي يكتب لهم هيئة هذه هي مفهوم بشهدي نحوها قامل راسنا تأسست بعض الحرب العالمية الثانية بهدف إرساء السلم والأمن العالميين إذن تلاحظوا أبنائي باللي رانا نحفظه ونقرأه بصحة وحدة ما يتخدم خدمتها ما غير مثلا نهيلة الأحمر اللي رانا نشوفه فيه في الميدان يعني هذه بين قوسي نمره كذلك للدرس اللي بعده وهو الجزائر والمنظمات الإقليمية والدولية خلاص أنا فهمتوا شو معتها المنظمات الإقليمية والدولية في الدرس الليول يلا نشوف كيفش الجزائر مع هذه المنظمات أسكري معهم ما يش معهم إلى غير ذلك إذن يلا التعاون الإقليمي والتعاون الدولي إقليمي معتها غير في المنطقة تعدزاير مثلا إقليميا زعمتها حوض البحر الأبيض المتوسط تعد عرب ودوليا مع الدول كاملا إذن يلا نعرف هذا التعاون هي الجهود المبذولة بين دول العالم لمواجهة التحديات السياسية الاجتماعية الاقتصادية شوفوا غير تبدو السياسية يكملوها اجتماعية اقتصادية إلى غير ذلك يتموا عن طريق اتفاقيات ومعاهدت معانتها لازم هذك الدول يكتبوا وانا شوفوهم في التلفزة يروحوا يسنيوا إلى غير ذلك يديروا مؤتمرات لازم يديروا اتفاقية يسنيوا عليها الطرفين مع تهتع هذك الدولة يسنيوا عليها ونفس الشي تعد دولة تانية يسنيوا عليها عدة مجالات سواء نقلنا سياسية اجتماعية اقتصادية وغيرها اذا وشنه الهدف تهتشي كيديروا هاتشي ما بين الدولة وعلاش يسعد تعاون دولي إلى بلوغ الأهداف التالية يلا نشوفو وشنه هو هاد الأهداف تخفيف الأضرار على الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية معانتها لكي تكون دولة ما تقدرش انه تكافح هذك الكارثة تحة مثلا الإعصار ولا تسونامي ولا بركان ولا يجتمعوا الدول ويسيوا كامل كيفاش يعطوها شوية 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 وما تقولوش باللي ما فيهاش مصالح وإنما فيها مصالح ما بين الدول المحافظة على البيئة والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وصون السلم والأمن العالميين إذا نهدو من أبرز الأهداف تعقلنا جميع المنظمات سواء تعاون الجزائر الإقليمية والدولية إذن يلا نشوفو الجزائر إذا عندها دور ولا لا لا بعد استرجاع الجزائر لسيادتها سنة 1962 معت الجزائر كي استقلت بشوية عندها شوية قدرت تزغط في العالم وإقليمينا انضمت إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية منها الأمم المتحدة اليونسيف واليونسكو تسمى لها نتعافو بالجزائر كاين في اليونسيف وكاين في اليونسكو والمنظمات الإقليمية اللي انضمت إليها الجزائر وشنو هي كالجامعة العربية والأليسكو والاتحاد الإفريقي والنيباد والاتحاد المغربي العربي مفهوم وعدم الإنحياز هدو كامل منظمات إقليمية أبنائي لازم شوفو علينا ننسيون تفكروهم مفهوم يلا كانت تعمل على ماذا يلا الجزائر وشنو هي الأهداف التح الالتزام بمبادئ المنظمات الإقليمية والدولية معتها ما الشي يزعمهما سن وقوانين ودزائر لا تخرج عليها لا دعم التعاون الدولي معتها أن التعاون كامل مبيناتنا مفهوم تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والعادل معتها كما أنا زعمها كما الجزائر كما باقي الدول بذل المجهودات للاهتمام بالطفولة الجزائرية وتحسين الصحة وتصدي لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعليم إلى غير ذلك معتها تزاير اهتمت بهذه المجهودات وليحبت أنه تطور هذه المجهودات اللي قلنا طفولة الصحة الهجرة غير الشرعية الإرهاب التعليم هدو كامل تهتم بها بشاك ذاته لأموة لحقة شوية المساواة على هدوك الدول مساعدة اللاجئين الأفريقاء السوريين والصحراويين إذن قلنا هدو بالنسبة لشنو يكي سقسيني على الأهدف تعالجزائر في المنظمات سواء الإقليمية أو الدولية يلا ثالثا عندي الاتفاقيات تعاون الجزائر مع اليونسكو واليونسف إذن كيفاش كانت الاتفاقية مع هدو قلنا على هدو دوليين معتها كما احنا قلو في كامل الدول عندهم كامل دول وليس إقليمية قلي تلتزم الجزائر بالمساهمة لدعم أعمال المنظمتين وتحرسوا على تنفيذ قراراتهما وقد صدقت على اتفاقيات التعاون معهما في مجال التربية والتعليم كاتفاق اليونسكو اللي كان سنة 2005 واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وتقوم بالمحافظة على المعالم الثقافية الموجودة بأراضيها معتها تزاير سنيات اتفاقية مع اليونسكو في 2005 لحماية التراث سواء القصبة سواء يعني جميع انواع التراث اللي راه مصنف في اليونسكو مفهوم لازم قالوا لها مدام راه مصنف انتي تقومين بحمايته لانه راه في اراضيك مفهوم كما صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان في 1992 التي تجسد مبادئها للحماية ولا لحماية الطفل قناة والاممة مفهوم دايما شوفوا كل ما الطفل زيدوا معها امومة لانه اليونسكو فهذا حماية الطفل والاممة قلنا هذي تزاير وجدارت في 1992 عفوا 92 نعم مع شكون مع اليونسكو تسما هذي سنيتها مع اليونسكو هذي اذا طولنا التواريخ مفهوم وهذي سنيتها مع اليونسكو مفهوم هكذا بش يكون عندها اموة دور في العالم اذا هذو هما ابنائي الدروس اللي عندنا في الفصل الثالث سهلة وبسيطة في التربية المدنية ابنائي كامل تقدروا تلحقوا عشرين على عشرين سواء فرضا واختبارا بابن الله اذا هذا شوفنا قلنا بالملخص طبعا الفروض خلاص اذا نيدرت لكم النماذج الفروض اللي حبي يشوفها والاختبارات ان شاء الله عن قريب كالعادة اللي عنده اي سؤال ولا يسي بساري خليوا لي في التعليقات نجاوب ان شاء الله عليه في اقرب وقت ممكن وكما نقول لكم بالتوفيق ان شاء الله